الإسلام الحقيقة يعلي من قدر العلماء وأنا أحب أضرب مثلا هنا بمشي بن ميمون مشي بن ميمون أو مايمونيدس ده يعتبر أعظم عالم في التاريخ اليهودي هذا الرجل كان من المستشارين المقربين جدا من صلاح الدين الأيوب مسألة بقى يهودي، مسيحي، مسلم دي حاجة شخصية بين الإنسان وبين ربنا إنما عالم دي مش حاجة شخصية يجب إن المجتمع الإسلامي يستفيد من هذا العالم سواء يهودي أو مسيحي أو مسيحي محاكم التفتيش من الأحاجات اللي اتعملت في أوروبا وقدت إلى إن يطلع واحد زي كارل ماركس يقول هذا الكلام على الدين لأن للأسف الشديد كان بيحاكم الناس على عقائدها إنما الإسلام يعطي حرية العقيدة أنا عايز أقول إن الإسلام دين ثورة ثورة إنسانية لتحرير الإنسان تحرير الإنسان من استعباد أخوه الإنسان تحرير الإنسان من استعباد الشهوات تحرير الإنسان من استعباد المادة الإسلام جي ثورة على التقاليد البالية عشان الناس بقولك إحنا نا محافظين إحنا هنحتفظ بالتراث بتاعنا الإسلام بيقولك التراث بتاع حضرتك ده لو كان موافق لشرع ربنا أهلا وسهلا بيه مش موافق لشارع ربنا إرميه في سلة المهملات بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمتهم يعني على طريقة وإنا على آثارهم مهتدون وفي أي أخرى وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم طيب ولو جبنا لكم أحسن من اللي عند آباءكم قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا إحنا هنمشي على الخطوات آباءنا الإسلام بيقولهم أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ولو كان أبهاتكم أصلا ما بيفهمواش حاجة يعني إذن الإسلام لا يتمسك بالتراث وخلاص لابد التراث بيكون تراث صحيح حتى نتمسك به ودي ثورة في حد ذاتها ثورة بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه وصف في القرآن الكريم بأنه محرر بأنه يكسر الأغلال وقيود الناس ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم